بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا ده يوم السبت ويوم السبت بيبقى يوم أصحاب السعادة أصحاب السعادة اللي هم الناس المستحقين أن احنا ندعم أنهم يكونوا أصحاب السعادة سواء كانوا مقبولين على الزواج أو في سنواتهم الأولى للزواج أو حتى متزوجين وعايزين ياخدوا مفاتيح تفتح لهم أبواب السعادة الزوجية النهاردة عايزين نقول حاجة مهمة قوي قوي في حاجة اسمها الزوج أو الزوج الصديق بس في حاجة اسمها الصداقة الزوجية يعني آه فيه نمط من أنماط الزواج اسمه زواج الأصدقاء لكن فيه معنى وقيمة لازم يتعودها الأزواج عشان ياخدوا مفتاح من مفاتيح السعادة إيه هي؟ إيه هو المفتاح ده؟ الصداقة الزواجية عارفين زي ما إحنا بنعيش مع الأب يعيش مع أولاده وياخد مفتاح السعادة معهم لما يتحول إلى صديق كذلك الزوج عايزين يبقى سعيد مع زوجته لو حولها إلى صديق الزوج عايزين يبقى سعيد مع زوجها إذا حولته إلى صديق مش إن هم يكونوا نمط زوجهم والزوج الصديق لا هم يبقى عارفين إن فيه معنى وقيمة في حياتهم اسمها الصداقة الصداقة الزوجية مش فكرة الصداقة الزوجية دي حياة وكل ما الإنسان زود الصداقة في الجواز كل ما الجواز حس إن هو بيتسع لأن الصداقة دي احتياج أساسي للإنسان فالصداقة بتكون بتجعل للإنسان ثلاث حاجات الصداقة معناها الصدق والمصداقية والتصديق وكل واحدة فيهم بتخلي الإنسان في حالة أمان الصداقة أكتر حاجة بتحسس الإنسان بها الأمان الصداقة كمان بتحسس الإنسان مش بس بالأمان بتحسس الإنسان بالانتماء الصداقة مش بس بتخلي الإنسان بتخلي الإنسان كمان مش بس يحس بالانتماء بتخلي الإنسان يحس بأنه ليه سند بتخلي الإنسان يحس أنه يعيش عيش حقيقية ولزيك اللي بيفقد الصداقة فقد الصداقة يخلي الإنسان حاسس نومه مهدد وعشان كده في هرم العلاقات الاجتماعية بيبدأ بالدواهر حوالينا بدايرة المحيطين بيك بدنيا زي الناس اللي عايشين معاك في نفس المكان وبعدين الجيران وبعدين الأقارب وبعدين الصحاب وبعدين ييجي الأصدقاء وهم صحيح في دايرة معينة لكن الصداقة دي بتيجي في قمة الهرم وعشان كده الصداقة بتكون قليلة الأصدقاء بيبقوا قليلين الأصدقاء مش أم الزملاء ولذلك أقول لكم حاجة كده نتأملها هو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عشان يبين لنا أن احنا ما نحزنش كان واحد من الصحابة سمي بالصديق سيدنا أبو بكر لأن الصداقة محتاجة هذا الشعور اللي كان بيعيشه سيدنا أبو بكر مع حضرة النبي يقول له صاحبك بيقول أنه هو ذهب إلى بيت المقدس في رحلة نقطع فيها أكباد الإبل أشهرا قال لو قال فقد صدق عشان كده قلنا الصداقة فيها صدق ومصداقية وكمان الصداقة دي كمان فيها حالة من حالات التصديق الصداقة عبارة عن الصداقة يا سيدها حاجة غريبة قوي الصداقة بتعبر الثقافات أنت ممكن يكون لك صديق من ثقافة أخرى وبتعبر مستويات الاجتماعية ولذلك طول عمرنا الناس مهما تطوروا عندهم أصدقائهم اللي جايين معاهم من رحلتهم في الحياة ولذلك للصداقة لا تعرف اختلافات الصداقة بتحب التنوع بتلاقي الشخص مهما اختلف صديقه كده ولذلك لما تيجي الصداقة بقى تدخل في مسألة الجواز بتدوب حاجات كتيرة جدا جدا بتكون في الجواز وعشان كده عندنا أربع عمليات بتغزيم الصداقة وممكن الزوج والزوجة ياخدوهم من بعض أول حاجة الصداقة بتساعدنا على الاهتمام الحاجة الثانية الصداقة بتخلينا أكثر تلقائية الصداقة بتخلينا أكثر اكتزان الصداقة بتخلينا كمان أكثر صدقا الاهتمام كل ما بتدي اهتمام بزوجتك أو زوجتك تديلك اهتمام كل ما أنت بتحس أن أنت في حالة طمأنينة والاهتمام ده يخليك حاسس أن أنت صدرك منشرح وتستطيع أن أنت تتكلمها بأمان ولذلك الاهتمام بيخلي الإنسان ليس زي ما الناس متصورة حاسس بذاته لا هو بيحس بالأمان وعشان كده تيجي على طول عملية تانية التلقائية فيحس لما هو حس بالاهتمام وحس بالأمام يبقى ترقائي ولذلك شوف تعامل السيدة عائشة مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان إزاي تلقائي شديد التلقائية وأنا بحمل كلامها لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم جاب سيدنا أبو بكر عشان يفصل بينهم شوف حصل إيه قالت له تكلم أنت ولكن لا تقول إلا صدقا سيدنا أبو بكر تغير وجهه وهم أنه هو يشتد على السيدة عائشة بس حضرت النبي كان عاملها صدقته خلها تصل إلى درجة الصداقة فتعاملت بتلقائية فالصديق مش بيحاول يغير صديقه رغم أنه هو مختلف عنه لكن يتعامل معها بتلقائية ويتقبله ويكون سعيد بي على كل حال لكن الزوجة للأسف حتى لو معبرتش عن أنها عايزة تغير زوجها بيبقى جواها ساعات كتيرة أن هي بتفضل أن هي تيس هو قد دي بعيد عن السورة اللي كانت دخل بيها الجواز وتستمر في محاولة التغيير لغاية ما توصل في بعض الأحيان إلى أن هي تيأس من التغيير فتقول مش ده الراجل اللي أنا تجوزته ففكرة أن أنت تكون متقبل للشريك حياتك ده بيساعده جدا 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 وبيساعدك أنت على أنك أنت تكون تلقائي أنت تقدر تحول الناس لأصدقاء زي ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم قال كده قال تهاد وتحب فالصداقة لو أنك أنت حاولت أن أنت تدخل على باب شريك حياتك من التهادي عشان يحصل محبة هتجد الصداقة دي سهلة فالصداقة الواجبات فيها قبل الحوق وهو ده اللي بيخلي الصديق قريب وده اللي بيصنع الصداقة أنت تشوف واجبات اللي صديقك عليك قبل حقوقك هو ده اللي بيخليه قريب منك لكن أحد المشكلات الأساسية في الحياة الزوجية هو السؤال عن التغيير دون الكلام عن ثمن التغيير اللي هو إيه تمن التغيير؟ تمن التغيير مش الفلوس اللي تدفعها ولا الكلفة ولكن تمن التغيير أنت تحس بمتعة الشيء والتكلفة هنا مش المشاقة لكن أنت أخدت بالأسباب هي تتكلفة هي دي تمن التغيير أنت تاخد بالأسباب ولو حاولت تتحبب لزوجتك وتهتم بيها وتجعلها سبب من أسباب التوازن وتتقرب منها ده هو ده التكلفة ونفس الشيء بالنسبة للزوجة لما تعملوا مع زوجة والصديق هنا بقى بيكون صادق في نصحه لصديقه ويسيبه حر في التصرف لكن ما يخنقهوش وبالعكس بيكون داعم ليه شوف ستنا مسلمة رضي الله عنها نصحت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فنجت المسلمين من مهلكة قالت لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أرى يا رسول الله أن تحلق وأن تذبح وأن تتحلل فإذا رأوا منك الجدة يا رسول الله فعلوا فنجأ المسلمين لما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ده في صدقت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صديقته لكن أكبر صديقة لرسول الله أكبر زوجة صديقة لرسول الله هي خديق الكبرى قالت لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويبتسنده وكأن زواج حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقدم لنا إزاي الزوجة بتتحول إلى صديق شوف كيف تحولت السيدة خديق إلى صديقة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها وربها على ده فلما نزل وقال زملوني زملوني دثروني دثروني على طول السيدة خديجة ظهرت ويابت ساند رسول الله وتقول له والله ما يخزيك الله أبدا فخلت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يشوف قد إيه هو قادم على شيء مسعد ففتحت الأبواب وخلت حضرة النبي يحس بالطمأنينة ولذلك السيدة خديجة كانت أوسق الأصدقاء لرسول الله معلمتنا إن الصداقة بتوسق العلاقة ما بين الزوجين طيب إزاي بقى كل واحد فينا يخلي شريك حياته صديق أنا والله متعة مش والصديق إنه أنا برضو بحذر محدش يقول أنا أخليها صديقتي فروح أحكي لها عن غزواتي الغرامية حسب الله ونعم الوكيل مش هو ده اللي أنا أزره أو أخليه صديقي فأحكي له قد إيه أهلي بيتكلموا عنه لا ده مش هو دي صداقة طب إزاي نبقى عندنا صداقة أول حاجة أول حاجة رقم واحد في إزاي تخلي شريك حياتك صديق أول حاجة جودة الحوار أنا بحب حاجة أسمعها الحوار الرشيد إنه يبقى فيه حوار جيد ما بينك وبين زوجتك بينك وبين زوجك والحوار الجيد فيه ثلاث أمارات إنه تفهم شريك حياتك زي ما هو بيكلم وتتفهم ده وفعه وفي الآخر تتفهمه ما تخرجوش من حوار إلا على قدر مشترك كل ما يزيد القدر مشترك من خلال الحوار كل ما تبصوا في بعض كده تلاقيوا نفسكم متقربوا من بعض يبقى أول حاجة جودة الحوار تاني حاجة عدم التنكيد ما فيش واحد صاحب واحد كل ما بيشوفه صاحبه بينكده بينكد عليه بعد شوية مش هيبقى صاحبه هيبتعد عنه طب يعني إيه عدم التنكيد بلاء بلاها الانتقاد بلاها بلاء حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يشوف الصحابة وينكد عليهم واللي هم القريبين منه ولا زوجاته ولا حد من القريبين منه كان حضرت النبي بينكد عليه يعني ايه بينكد عليه قلة الانتقاد بلاش الانتقاد وبلاش الشكوى وبلاش اللوم أنا عارف إن الزواج دلوقتي يقولوا الحمد لله إحنا ما بنعملش غير كده ساعت ما أسألهم كده في المجلسات الإرشاد الزواجي ايه المشترك بينكم غير النكد يقولوا ما فيش يعني هم كل المشترك بينهم هو النكد لا نبطل نبطل ايه نبطل كتر الانتقاد نبطل كتر اللوم نبطل كتر الشكوى الحوار يبقى جيد تاني حاجة عدم التنكيد تالت حاجة المسندة والدعم المسندة في وقت الشدة والدعم عندها الأمل وعندها التقدم شوف السيدة خديجة ازاي دعمت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وشوف ازاي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم دعم أم المؤمنين عائشة وازاي كان بيدعم زوجاته على الدوام ولذلك شوف رسول الله سم بيتكلم عن السيدة عائشة ازاي يدعمها ازاي يقول يقولون من أحب الناس إليك يقول عائشة ويتكلم عن عائشة يقول والله ما يأتي للوحي إلا وأنا في حجره إيه ده دعم ومسندة شديدة للسيدة عائشة إيه بالدعم رقم أربعة احترام الخصوصية ما ينفعش تخلي شريك حياتك صديقك وانت ما تحترمش خصوصيته في حاجات هو ليه واحده ما تدخلش فيها حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسأل عن كل شيء وعلاقات زوجاته مش كلها كان صلى الله عليه وسلم بيبحث عنها يبقى تحافظ على خصوصيته وخلي بقى لك أن حفظ الخصوصية ده أنه ليه مساحته مساحته اللي هي بينه وبين الناس الجزء الثاني بقى الرقم خمسة بقى في مسألة إزاي تصنع الصديق حفظ الأسرار ما فيش صديق إلا وهو بيحفظ أسرار صديقه ده عنصر ركن أساسي من ركن الصداقة يبقى مش هتخرج أسرارها لأهلك ولا هيتخرج أسرارك لأبوها ولا لأمها ما ينفعش مش هنبقى أصدقاء وذلك لازم نحفظ أسرارنا ما تخرجش أسرارنا لأي حد ونمتع تدخل أهل في حياتنا إذا كنا عايزين يتحول كل واحد فينا إلى صديق رقم ستة لازم يحصل تقبل أبهل فيش حد فينا إلا وفيه عيوب ما نجيش بقى على العيوب دي ونضغط ما نجيش كل شوية ونقوله أنت متردد أنت متردد أنت متردد لأن نساعده أنه يتخلص من تردده أنت كسولة أنت كسولة ده من الصديق ده لكن الصديق صديقه ياخد بإيده عشان يخرج من صفاته الزميمة لكن هو بيتقبله بيتقبله وفيه فرق ما بين تقبل العيوب وقبول العيوب لا أنت مش بتقبلها أنت بتتقبله يعني أنت أنا أفرق ما بين سلوك غير الإجابي وبينك أنا أحب أن أنت تبقى أحسن بس أنا قبلك صديق وده شيء مهم جدا جدا رقم سبعة وآخر حاجة لازم إذا كنت بتحب صديقك وإذا كنت عايز تخلي زوجتك صديقتك أو عايز تخلي زوجتك صديقك لازم نحترم قراراته دون الاستئثار بها ما جيش أنا أخد القرار ما جيش أنا أخد القرار واستأثر بيه وبعدين إيه أدعي أنه هو صديقي أبدا ده لازم يبقى فيه مشاركة الاستئثار بالقرار والبعد عنه وعن مشاورته لا يمكن تعمل صديق سبع حاجات لو كنت عايز تخلي شريكة حياتك صديقتك لو كنت عايز شريك حياتك يبقى صديقك خلي هناك حوار جيد بلاش إنه كبد لازم يبقى فيه مسندة ودعم لازم يبقى فيه احترام للخصوصية لازم يبقى فيه حفظ الأسرار لازم يبقى فيه تقبل ولازم يبقى فيه مشاركة في اتخاذ القرار وعدم الاستئثار به الحاجات السابعة دول ممكن بيهم تخلي شريكة حياتك صديقتك وتخلي شريك حياتك صديقك وتسعده وتتهنه وتفتحه باب من السعادة يخليكم حسين بالأمان وحسين بالراحة وحسين بالسعة وحسين إنه إنتو لكم ظهر وحسين إن البيت بكأنه حصن محدش يقدر يدخل فيه ويفسده أحسن قرار ممكن ياخد الزوج إنه يخلي زوجته صديقته وساعة ما هيعمل كده هيشوف وهيخرج منها أحسن ما فيها ويا سلام لو الزوجة وصلت إلى الحكمة واتخذت من زوجة صديق لها بالمعايير السابعة اللي احنا قلناها الساعة تحس إنه بقى سندها وإنه بقى الراعي لها وإنه بقى نور عينيها يا رب جعلنا من أهل القدرة ومن أهل العون ومن أهل المدد عشان كل واحد فينا يكون صادق مع نفسه فيكون قادر على إنه يخلي شريك حياته صديق يا رب أكرمنا بهذا وما ذلك عليك بعزيز يا رب كرمك ونورك ومددك لبيوتنا